إلى أولى مواضعنا اليوم عبدالله ربدي شاب قاسمي بدأ العمل في مجال التمور قبل أربع سنوات تقريما بدايته كانت بسيطة من خلال تصويق بضاعة محدودة قبل أن يتطور اليوم ليملك متجرا إلكترونيا ومستودعات تنتشر في عدد من مدن السعودية التفاصيل مع سالم الراجح قبل أربع سنوات بدأ الشاب عبدالله ربدي مسيرته في تجارة التمور بدايته كانت بسيطة من خلال التسويق قبل أن يتطور ليملك اليوم مستودعات تمور في القصيم والرياض والشرقية وجدة البداية كانت قبل عدة سنوات بسيطة أن أشتغل مع أحد التجارة تمور أني أخذ منه تمر على التصريف تمر معين حددته بجودة معينة قلت له هات تمر هذا أبصرفه أببيعه على التصريف قال لي خلاص سبشر صار تأخذ هات تمر قل عمرك واروح وحاول صرفه وبيعه ثم نسدد للرجال كان مفتاح تطور عبدالله وإيمانه بعدم جدوى الطرق التقليدية للتسويق وهذا ما دفعه لافتتاح متجر إلكتروني يبيع من خلاله تمور القصيم في مختلف مدن السعودية وسوينا أنه متجر خاص المتجر الخاص اللي بديته ووفر عليه شيء كثير وبدأ يستقبل طلبات وصار عبارة عن محل شغال 24 ساعة ما فيه وقت دوام يبدأ وينتهي الطلبات تستقبل في أي وقت فانطلقنا من هالمرحلة واعتبرنا أنفسنا من تجار تجارة الإلكترونية اللي هي التجارة الحديثة واللي هي التوجه اليوم يشتري عبدالله محاصيل مزارع متعددة في القصيم وهو يتابع عملية الجني والتعبئة بالإضافة إلى إدارة متجره الإلكتروني ومستودعاته المتعددة من القصيم سالم الراجح العربية اشتركوا في القناة